في فقرة سؤال وجواب مشاهدين هناك الكثير يسأل من يحمي اللاجئين والمحاصرين من انتشار فيروس كورونا لسيما وأنه وفي الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبية من الضغوط على نظامها الصحي بسبب كورونا كما هو الحال في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا فإن الأوضاع تبدو أكثر صعوبة في الدول التي تعاني قلة الموارد خاصة إذا كانت تصديف أعدادا كبيرة من اللاجئين بحسب تقارير صحفية فإن اللاجئين والعائلات التي اضطرت للنزوح من مساكنها بسبب الحروب معرضون لمخاطر أكبر بسبب انتشار فيروس كورونا وحذرت منظمات عدة تعمل في مجال الإغاثة ودعم اللاجئين من الأثر الكارثية غلى معسكرات اللاجئين إذا منتشر فيروس كورونا بين من يقيمون فيها كما حذرت السلطات اليونانية من تفشي فيروس كورونا في الجزر اليونانية التي تؤوي آلاف المهاجرين مثل جزيرة ليسقوس اليونانية ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور عمار مارتيني مدير مؤسسة أوريانت للأعمال الإنسانية وعضو منظمة أطباء حقوق الإنسان أهلا ومرحبا بك معنا دكتور عمار دعني أسألك بداية كما تشاهد وتتابع ككل الناس دول عظمى وبمنظومات صحية ورعاية فائقة التطور تعاني حاليا منها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الانتشار غير المسبوق لفيروس كورونا المستجد الوضع في سوريا حتى الآن يقول النظام أنه اكتشف حالة واحد ربما هيك على عيون الناس كرمال ما يقولوا ولا حالة لا نستطيع الوصول وتأكد في مناطق النظام من عدد الحالات بما أنه مصادر رسمية لا تقول ولكن في الشمال المحرر سواء في المدن المحررة في إدلب أو في المخيمات مخيمات الشمال على الحدود مع تركيا كيف هو الوضع الوقائي أو الإجراءات خاصة وأن دول العالم كلها تفرض حجرا صحيا وحضرا للتجوال وما إلى ذلك الحقيقة نحن كل المنظمات الإنسانية والطبية العاملة في الشمال الغربي من سوريا اتخذت إجراءات وقائية شديدة ولكن للأسف الاستجابة من أخوتنا المواطنين اللي في المناطق المحررة كانت الاستجابة ضعيفة طبعا نحن نحن نحكي عن أكثر من 3 مليون أكثر من 3 حتى 4 مليون أماكن مكتزة الأسواق مفتوحة الناس تمشي بالشوارع ومجتمع المصافحة التلاموز مظهر الحياة كلها طبيعية وقعنا كورونا بعيد عنهم وقعنا كورونا بعيد عنهم وناشد أهلنا في هذه المناطق كورونا لا يمكن أن يكون بعيد عن أي شخص طالما أنه غزى دول العالم كلها الحمد لله لحد الآن ما في عنا إصابات موجودة في الشمال الغربي السوري أربع حالات كانت مشتبهة وتمسح بعينات الدم منهم وأرسالها لتركيا وطلعت سلبي النتيجة غير مصابين كانوا مشتبهين ولكن هذا لا يعني أنه في حالات ممكن تدخل وممكن تطلع وممكن تنشر عدوى لسه في الأوقات القادمة لأنه في كتير حتى تركيا نفسها لفترة قريبة كانت غير مصابة خلال أسبوعين اليوم العدد بالألاف صحيح فلناجد أهلنا وأخوتنا بمساعدتنا عد أنت في بيتك وخلينا نحن نشتغل شغلنا وما مطلوب من الناس غير أن تقعد في البيت وبكفي هذه التجمعات والأسواق والنيوم الظروف اللي بمر فيها العالم ظروف غير طبيعية وتعجز عننا كبرى دول العالم وكل دول العالم أيضا دكتور عمار بدأت بحالة واحدة يعني شخص واحد وصل إلى هذا البلد وصلنا اليوم إلى عشرات الألاف إلى جائحات وكوارث وبالتالي اللي بيعرف المنطقة اللي نحن بنعمل فيها في الشمال السوري منطقة ما فيها أي موارد الخدمة الطبية بل كاد نحن نكون قادرين على أنه نغطي الاحتياجات الطبية العادية فلا سمح الله صار أي جائحة أو مشكلة كل المناطق المحررة لا تحوي أكثر من خمسين منفسة وهذا ممكن تتعبى خلال ساعة فالجائحة ممكن تكون قاتلة لأعداد لا تقل عن الملايين لا هذا لا قدر الله لا قدر لا طبعا وصلت كورونا إلى المناطق المحررة الوضع يعني من دمه بلغ كارثي الوضع كارثي لأن منطقة هي بالأساس منهكي ومنهكي صحيا وطبيا وبحاجة كل شيء فكيف كارثة أو جائحة ممكن عجزت عنها أكبر دول العالم طيب قبل أن ننتقل إلى جهود أوريانت الإنسانية نسمع مناشدات وتحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية عن الوضع الكارثي الذي قد يحدث في مخيمات الوجوء والمناطق سواء بالشمال السوري أو حتى على الحدود مع الأردن كأجراءات هل وصلت أي مساعدات على سبيل المثال مثلا الأكسجين، الكمامات، أسليب الوقاية أي نوع من المساعدات الطبية وصل؟ في الحقيقة ما وصل لا يتجاوز 1% من الاحتياجات الموجودة في الوقت الحاضر فقط؟ فقط، وما نقوم به من جهود الآن كمؤسسة أوريانت الأعمال الإنسانية هي جهود نستهدف فيها الكوادر الطبية حتى تظلها الكوادر الطبية قادرة على مساعدة الناس التي قد لا سمح الله تكون مصابة في المستقبل في هذه المنطقة طب إذا ما انتقلنا إلى أوريانت الإنسانية ما الجهود التي تبذلونها بالأرقام، بالمناطق حتى نأخذ شكرا عن طبيعة عملكم والمناطق التي تستهدفونها؟ طبعا في الحملة الأولى التي قامت فيها مؤسس أوريانت للأعمال الإنسانية تم توزيع لا يقل عن 200 ألف أدوية فيتامين وهي كثير نقطة مهمة لتقويت المناعة لدى الحوامل والأطفال صغار السن اللي هي المالتي فيتامينز واللسي المالتي فيتامينز، اللي هي ممكن تعطي مناعة للشخص في حال لا قدر الله يصيب بالعدوى يقدر يقاوم جسمه لأنه ما في مجال لأنه نحن نكون نأمله العلاج أو نأمله اللقاع ولا موجود حتى في دول العالم ما هم موجود صحيح فقمنا بالحملة استمرنا فيها حوالي أسبوعين أو ثلاثة تم توزيع أكثر من 200 ألف مالتي فيتامين غطت فيها كل كبار السن والحوامل للنساء والأطفال أين؟ في الشمال السوري يعني كل الشمال السوري؟ في الشمال المحرر في إدلب وريف حلب الحملة الثانية اللي أمنا فيها وزعنا لا يقل عن ألفين بدلة واقية وأقنعة وقفازات لوقاية الكوادر الطبية هيا المستشفيات والكوادر الطبية المستشفيات والكوادر الطبية العاملة في المجال والدفاع المدني أيضا قامت أيضا الدفاع المدني بتعقيم كافة المنشآت الصحية المتواجدة على أرض شمال المحرر وبشكل دوري المشروع الآخر اللي نحن لا نزال من ثلاثة أشهر لحد اليوم من أول ما بدأ كورونا لحد اليوم بتنفيذه هي إنشاء مخيمات جديدة لتفريق الناس وتخفيف الاكتزاز بالناس ضمن المخيمات فلحد الآن نحن إنشأنا حوالي أربع أو خمس مخيمات وعننا أربع أو خمس مخيمات في خطة الأسبوع القادم لا تقل عن ألف خيمة جديدة راح تكون لاستيعاب عدد أكبر من الناس وتخفيف الضغط على المخيمات لأنه فيه كثير مخيمات بتعيش فيها عائلة وعائلتين في خيمة واحدة وبالتالي هذا الاكتزاز ضمن الخيمة الواحدة قد يؤدي إلى كارثة كمان وبالتالي نناشد أهلنا بجلوس في بيوتهم ولا في خيمة ولا في أي شيء إن كان العزال عدم الاجتماع عدم المصافحة والتماس والعناي بالنظافة الشخصية بشكل كامل وهذا أكتر شيء نحن ممكن نحن وأي منظمة إنسانية عاملة على الأرض أنه تقدموا فتصور لحد الآن كل منظمة نستنى من منظمة الصحة العالمية أنه تأمننا حتى الاختبار الكشف عن كورونا لحد الآن ما وصلنا ولا وصل لأي شيء ولا عن طريق تركيا ولا عن طريق لا لحد الآن العينات ترسل إلى تركيا الأمر الآخر اللي كمان أحد المنظمات والعديد من المنظمات الإنسانية تعمل في المجال الطبي قامت بإنشاء مشفى الداخلية التخصصة واللي هو عبارة عن مشفى للحجر الصحي كامل وتجهز بتجهيزات كاملة لا سمح الله إذا صار حالات أو إصابات ورغم ذلك هذا المشفى في أحسن الظروف لا يستوعب أكثر من مئة مريض فقط فقط مئة من أصل أربعة مليون في الشمال السوري من أصل أربعة مليون الوضع صعب جدا الوضع صعب جدا تذكرت نقطة مهمة نشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي يعني للأسف حالة من الجهل العام بين صفوف المواطنين في الشمال السوري يعني أحد الفيديوهات يقول لك نحن غد على رأسنا يا دكتور كل أنواع الأمراض والأسلحة والكيماوي ففيروس كورونا مش رح يقتلنا يعني نحن عنا مناعه من هالكلام هذا نحن نتمنى بس هذا الكلام مو صحيح نهائيا واللي موسائل على حياته يسأل على حياة أطفاله وجيرانه ومجتمعه وفيروس كورونا فيروس لعين وخطير وقادر على أنه يفتك في كبار السن في الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمينة وحتى في الشباب إلى نسبة أقل فما رح نكون نحن بس نفكر بنفسنا بدنا نفكر بأهلنا وأقرباءنا وجيراننا ومجتمعنا اللي عايشين فيه بدك أنت ما تعيش هذا الشيء بخصك ولكن لا تقتل للناس بغضاءك فيه مناشدة معينة بتحب توجهها عن طريقنا عندكم نقص بالكوادر؟ طبعا نقص الكوادر الطبية الحمد لله موجودة ومجهزة ومدربة ونحن هلأ بمؤسسة أورينت ومنظامات الثانية الأخرى كل كوادرنا عملت دورات أدريبية تعلمت وعملت تعلم الناس كيف كمسعيفين على أقل تقدير كمسعيفين وكيف التعامل مع الجائحات التعامل مع الفيروسات وعبت تعلم الناس حتى ومشكورين قنوات التلفزيون وقناة أورينت يعني كمان عبت تساهم فيها البرنامج الفعلا كتير كتير مهم للناس لأنه خلي الناس تشوف شو صاير ببرا فجهود متكاملة ما عنا نقص بالكوادر الطبية ولكن عنا نقص في الموادر الطبية ومسالكات الطبية والأجهزة الطبية لا تكفي ولا لواحد بالألف من الاحتياجات لا قدر الله لو حصل شيء من مناطق النظام مفتوحة طرقات معهم كالسابق يعني يفترض أخذ الحيطة والحذر خاصة أنه في تكتيم في سوريا من قبل النظام السوري على أي شيء يتعلق بكورونا والوضع الصحي طبعا تعرف حضرتك يعني لمعلوماتنا نحن اللي وصلتنا من داخل مناطق النظام طبعا الحالات تعدت الألاف الإصابات عند مناطق النظام وأنا أذكر لما كنا نعمل داخل سوريا وكان يصير جائحة نكون نحن في عياداتنا الخاصة ومخابرنا مشخصين لا يقل عن 200-300 حالة نتفاجأ بالتقرير المرفوع لمنظام الصحة العالمية أنه في حالة واحدة إصابة في سوريا فهذا الكذب والضليل للأحصائيات ليس بالجديد على النظام ونحن نعرف إذا عيادة واحدة من العيادات الموجودة في مدينة واحدة في سوريا مشخصة 200 حالة والنظام بيرفع النتائج لمنظام الصحة العالمية أنه عندنا إصابة واحدة فهذا الكذب بالأخير عم ينعكس على صحية الناس وبالتالي عم يؤدي إلى وفاة الناس في مناطق النظام بيصمت وبدون ما حدا يدرأ ولكن مهما بذلتم أنتم وغيركم ونظمة الصحة العالمية من جهود إن لم يتعاون الجميع الموضوع يبقى بذات نسبة الخطورة صحيح؟ الحل الأساسي في يد المواطن نفسه والأخ المواطن نفسه إلزم بيتك انتبه لنظافتك الشخصية وخلينا نشتغل لا تخرج إلا للضرورة ولا يحتاجه يعني بدك تجيب دواء أو تجيب طعام شخص واحد من البيت إذا خرج وينتبه يكون خضع لدورات معينة لتسقيف الصحة وموجودة متاحة في كل المنظمات الإنسانية كبار من المنظمات الإنسانية توزع المسكات وتوزع الكفوف وتوزع كل شيء فكله موجود ومجاني فواحد شخص واحد من كل بيت ممكن يطلع مرة واحدة كل أسبوع بيكفي البيت كله ويعدي العشرات سمح الله شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا الدكتور عمار مارتيني مدير مؤسسة أو أورينت للأعمال الإنسانية وعضو منظمة أطباء حقوق الإنسان شكرا لك شكرا لك